اشتركوا في القناة شرح لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لنا في أحاديث كثيرة في بضع كلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له لذلك كان أفضل وقت وأفضل زمان يمر على الإنسان ويمر على العمر كله هو وقت النزول الإلهي لهو الثلث الأخير من الليل لماذا؟ لأن في هذا الوقت ينزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزول الله تبارك وتعالى نزولا يليق به سبحانه وتعالى ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة ويبقى في سماء الدنيا إلى غاية طلوع الفجر إذن أفضل زمان وأفضل وقت هو وقت نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يعرض الجنة ويعرض المغفرة وينتظر من عباده هل من داع فيستجيب الله له هل من مستغفر فيغفر الله له هل من سائل فيعطيه مسألة لذلك أكبر لذة وأكبر شوق هو الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في هذا الوقت بعض الناس عنده مرض سكر عنده ضغط عنده هموم عنده مشاكل عنده ديون لكن نجد وجهه كالشمس أو نجد وجهه كأن الشمس تجري فيه من شدة الضوء ومن شدة النور لماذا؟ لأنه نور الله تبارك وتعالى الذي قذفه في وجهه عند وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل العلماء قديما كانوا يعتبرون يعتبرون من لا يصلي في الليل رجل سوء حتى عند بعض العلماء أنهم قالوا لا تقبل شهادة الرجل الذي لا يصلي في الليل وذلك لعظم صلاة الليل طيب قد يظن بعض الناس أن الشرف الشرف هو بكثرة المال أو بالحسب أو بالنسب أو بالأصل وإنما شرف المؤمن الحقيقي هو قيامه بالليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة يوصيه واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس إذن إذا أردت الشرف أخي المسلم عليك بالصلاة وعليك بالقيام في الليل الخلوة بالله تبارك وتعالى دليل على محبتك لله ودليل على اشتياقك لله بعض الناس يدعي أنه يشتاق إلى الله ويدعي أنه يحب الله لكنه لا يختلي بالله تبارك وتعالى في الليل لكنه لا يناجه في الليل كيف تشتاق إلى الله وأنت لا تختلي به سبحانه وتعالى في الليل كيف تشتاق إلى الله وأنت لا تناجيه وتتلذذ بدعائه في الليل كيف تشتاق إلى الله وأنت لا تقف بين يديه والناس نائمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه وإن في صدره أزيز كأزيز المرجل أي صوت من شدة البكاء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويبكي مع أنه غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويبكي مع أنه ضمن الجنة إنه الشوق للقاء الله تبارك وتعالى إنها محبة الله لذلك من ادعى محبة الله من ادعى أنه يريد لقاء الله فليقم بين يدي الله تبارك وتعالى وليصلي بالليل وليناجي وليختلي بالله تبارك وتعالى تمر على الإنسان ليال كثيرة أو مرت علينا ليال كثيرة وكل ليلة لم نصلي فيها بالليل ولم نقم بين يدي الله تبارك وتعالى فسنندم عليها ندما شديدا يوم القيام تدرب على صلاة الليلة في بداية الأمر صلي بعد العشاء ثم قم قبل الفجر مثلا بعشر دقائق في اليوم الموالي قم بربع ساعة ثم قم بساعة وبعد ذلك قم بساعة كاملة بعد الفجر فستدرك الثلث الأخير من الليل بعض الناس لا يعرف كيف يقسم الليل لمعرفة الثلث الأخير من الليل عليك بتقسيم الوقت من غروب الشمس احسب الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر كم يوجد من ساعة ثم قسمه الى ثلاثة والثلث الأخير هو الثلث الأخير من الليل معنى تحسب عدد الأزمنة والعدد الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر شعال كيف من ساعة مثلا تصيب تسعة ساعات تقسم على ثلاثة تخرج لك ثلاثة معنى الثلاث ساعات الأخيرة هي الثلث الأخير من الليل طيب أهل قيام الليل ولا أهل الناس الذين يصلون في الليل لا يحتاجون أن نذكرهم أو ندعوهم إلى صلاة الفجر لماذا؟ لأنهم يحافظون على صلاة الفجر بخفاظهم على قيام الليل ولذلك السلف والصحابة كانوا لا يدعون إلى صلاة الفجر لأنهم كانوا يصلون بالليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أعرف بيت إخواني من الأشعريين الأشعريين هم قبيلة من اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا بالمدينة من بينهم أبو موسى الأشعري وغيرهم كانوا في الليل لا يملكون السرج عندهم شيئاً ما صابح بيوتهم مظلمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بيوتهم في الليل بدوي القرآن وببكائهم في تلاوة القرآن في الليل قال أحد الصالحين إني لأعلم وصفة تقضي لك جميع حاجاتك قم قبل الفجر بساعة وتوضأ واسجد لله واذكر مسألتك لله تبارك وتعالى فسيعطيك ما تشاء إذا أرخى الليل سدوله فقم وناجي الله تبارك وتعالى وقم بين يديه واعترف بذنبه فإن بكيت من خشية الله فتلك الدمعة هي أفضل دمعة أو أغلى شيء في هذه الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله كم من تائب تاب إلى الله ولم يغفر له ولكنه لما صلى بالليل وقام بين يدي الله غفر ذنبه كم من سائل سأل الله تبارك وتعالى ولم يعطيه ولكن لما قام بين يدي الله في ثلث الأخر أعطاه الله مسألته ولذلك الله عز وجل لما ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له لذلك من كانت له حاجة فليقم بين يدي الله تبارك وتعالى في الثلث الأخر وليدعو الله فسيعطيه الله تبارك وتعالى مسألته لو كان لأحدنا مثلا رحلة رحلة طائرة في جوف الليل لما تأخر عن هذه الرحلة ولكان في موعده فكيف الحال بموعد ضربه الله تبارك وتعالى لك كل ليلة كل ليلة ينزل الله إلى السماء الدنيا وينتظرك ينتظر صلاتك وينتظر دعاءك وينتظر مغفرتك ليغفر لك قيام الليل والصلاة بالليل ستغير حياتك إذا أردت أن تغير حياتك فصلي بالليل إذا أردت أن تشفى من مرضك فصلي بالليل إذا أردت أن يأتيك الرزق فصلي بالليل إذا أردت أن تحل عليك البركة فصلي بالليل إذا أردت أي شيء من أمور الدنيا والآخرة فصلي بالليل طيب قبل الفجر بساعة قسم ذلك الوقت إلى أربعة أوقات ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع ربع اجعله للصلاة صلي فيه صلاة وتوتر في آخر الصلاة ربع اجعله لقراءة القرآن والربع الثالث اجعله للدعاء لأن الدعاء مستجب وآخر ربع الربع الأخير اجعله للاستغفار أكثر من الاستغفار لقوله تبارك وتعالى والمستغفرين بلسحة أفضل العبادات وأفضل الطاعات عند الله تبارك وتعالى ما كانت خالصة لوجهه الكريم والصلاة في الليل أو القيام بالليل دليل على إخلاصك وصدقك مع الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأن الصادق فقط من يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى الذي يجاهد نفسه فقط هو الذي يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى في الثلثة الآخرين من الليل فصلاة الليل والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى في الليل من العبادات الصادقة ودليل على صدق وإيمان العبد لذلك أخي المسلم لا تفرط في قيام الليل لا تفرط في الصلاة في الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل نفسه صلى الله عليه وسلم يوصينا عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضات لربكم ومطهرة للإثم ومطردة للمرض عن أجسادكم من أراد الشفاء من أي مرض فعليه بالصلاة الليل من أراد أن يكون قريبا من ربه فعليه بقيام الليل طيب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الإسلام كان جديد وكان حديث والصحاب كانوا قلال والنبي صلى الله عليه وسلم كان حديث عهد وأوحي إليه كان حديث عهد من الإسلام ومع ذلك أمره الله تبارك وتعالى بقيام الليل قال الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا لذلك قيام الليل يبني الرجال قيام الليل يصلح القلوب قيام الليل يقربك من ربك أخي المسلم لا تفرط في قيام الليل صلي في الليل ولو ركعتين صلي بالليل ولو ركعتين وداوم على ذلك المهم المداومة قال النبي صلى الله وسلم أفضل الأعمال عند الله أدوامها وإن قلت بارك الله فيكم أوصي نفسي وإياكم بالصلاة بالليل وبقيام الليل ولو ركعتين قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر بساعة أسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفقكم ويوفق سائر المسلمين أو المسلمات إلى الصلاة بالليل وإلى القيام بالليل وإلى الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل لأن الله تبارك وتعالى لما وصف عباده الصالحين قال إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين أو المسلمات وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة